شيخنا بالنسبة لرواية أبو الزبير نحن في يعني نتفيأها كما يقال يذكر شيخنا في بعض كتب التراجم أن شعبة قال في صدر أربعمائة حديث عن أبو الزبير لكني ما حدثت فيها وأيضا يذكر شيء آخر أنه قال استحلفت أبو الزبير أنت سمعتها من جابر فحلف لي أنه سمعها فكيف يعني نفسر هذا في ضوء ما عندنا في هذه القضية ما في إشكال بس قبل إزالة إشكال ينبغي أن يبنى على التحقق من صحة روايته نعم فإذا اتفرضنا صحتهما فإزالة إشكال فيما يأتي نعم الرواية الأولى تحمل أنها كان قبل رواية أخرى أي قبل استحلافه نعم بمعنى شعبة لكونه ليس مجرد حافظ بل حافظ ونقاد للرجال كما تعلم فهو يعلم أن أبو الزبير مدلس ولذلك فهو عنده الكمية من الأحاديث لا يحدث بها خشة أن يكون دلسة فيها هذه الخشة هي التي دفعته إلى توجيه ذلك السؤال الذي جاء رواية الثانية نعم فلما حلف له ولا يسعه إلا أن يقضى عن يمينه هذا هو الجواب لكن ليس معنى ذلك أننا نأخذ من الجمع بين الروايثين عن شعبة أن كل أهاديث التي تريدنا عن أبو الزبير معنعنة هو في الواقع سمعها كلها بدليل الحلف يعني بدليل الحلف لا بدليل رواية الليف ابن سعيد لا شيخنا مش قصدي قصدي يعني اللي بيقول أنه سمعها بيقول بدليل الحلف فأنت لأنا ما ترد بتقول بدليل الليف هذا شيخنا هذا هو نعم طيب واضح واضح طيب خاز جبها مو متحركي جا شايد ما عنده شيء نورد طوال شاي شيخنا